سيد محمود، نفس الكلام برضو لأنه من الأول أخذ تعليق حضرتك على موضوع قانون اللعب المالي نظيف ومتى يمكن تطبيقه لأننا لا نعرف أنه سيتم تطبيقه في أقرب فرصة بصحة ذلك، طبعاً كلنا عارفين أنه القانون ظهر بعد انتقال نمار إلى باريس سنجرمانيا يعني كانت صفقة انتقالية تعديلاته بقى اللي حصلت لأنه هو من 2009 نعم أنا بقول لكم، هذه تدعيات المسألة ظهرت في المبالغ الكبيرة اللي ظهرت طب تعال انت بقى عشان تحط الكلام ده عندك النهاردة اتحاد الكورة وحط فيه هو حطه يعني حط ليحة من اللواح الاساسية تطلع تقول لي مثلاً أنه ليحة السياحة هيبقى واحد يعني لما تحط حاجة لازم تفنط تفنط إيه كمان الأسباب واللي مش هقدم ميزانية كاملة هعرف حسبه إزاي وبعدين لما أجي أتكلم أنت على مسار الدوري يعني بطلتين ترى هتدوري من وقت ظهور نادي برامل زفية على الساحة وكتير جداً بدأت الأمور تصير حول كسر من الصفقات الغريبة واللعبة جات بأرقام مبالغ بيها بستة مليون وسبعة مليون جات لعبة في الدور المصري وشفناها ماتش واثنين بعد كده اختفت وراحت وجات بدأ الكلام يبقى في الظهور من ناحية دي يا كابتن اسلام يعني ايه مع ظهور براملز أصبحت المادة دي بدأت تأخذ مساحة من النقاش حوالين اللعب المالنز وفعلاً كان فيه تعاقدات غريبة ومصيرة ومرعبة بمبالغ كبيرة جداً ارتفعت فيها قيمة الأسعار بشكل مبالغ فيها مع أنه يعني القيمة للعب اللي جات أنه تتعدى سبعة وثمانية مليون دولار في فترة وفترات في حد ذاته رقم صعب جداً ولعبة شفناها لعبة ماتشين وثلاثة وبقى كده اختفت وبقول لك اتبعت مش عارف ايه وعدت الحدوتة يعني بمعنى صح أنه التحاد الكون لابد يكون دقيق وإذا أراد الحفاظ على اللعبة وإنه ينميها ويحميها من مثل هذه المتغيرات لازم يكون عنده شفافية كبيرة جداً ويعلن أنه النادي الأهلي قدم ميزانية مثلاً 100 مليون ميزانيته أنت بطالب من 100 مليون دولار على أنك تنفق منها على تعاقداتك ورواتب اللعبتك ورواتب الناس على أقل 70% منها وبيحط لك هامش ربح وهمش خسارة تحسباً لأي شيء في المسألة دي الأمور دي تتقال أنه ميزانيت الأندية هتقول لي دي من المش من الأسرار من تعاوز تحافظ عشان تقول حجم التعاقدات تتبقى واضحة زي بدليل أنه في أندية بدأت تقلل أنا أقول لك في ظل الظروف دي بدأت أندية مثلاً برامز اللي كان الأعلى رواتب بدأت يستغني على كثير من اللعبة تدريجياً اللي كان بيدفعوا رواتب عالية جداً بدأت دول الوقت بدأت يتحول تدريجياً إلى اللعبة الأقل لغاية مثلاً مع السنة الجاية هتلقى المسألة اختفت وقفت مثلاً على مين على رمضان الصبحي على عبد الله صعيد على علي جبر هتبقى تدريج واحد يتم تسريب المسألة فأمر طبيعي جداً لك أنت تتحاطب مع السوق اللي انت شايف العالمي كبير جداً الدور المصري من الدوريات الميزة ولازم تحميه ولازم يكون اتحاد الكرة لديه من القوة ما عليش سيد محمود وحايا بتتكلم معنا يقولنا قرارات مجلس دارة إسلام الشاطر لكن دي قرارات مجلس دارة إسلام الشاطر لكرة القدم اللي بيديد لعبة كرة القدم في مصر لتاريخ 14 أغسطس لا يجوز شراء اللاعبين لا يجوز لأي نادي في حدود مزانية المقدمة من النادي في ملف الترخيص طيب يبقى ده منطقي وعلى فكرة ده على فكرة ده مش موجه لأندية بعينها ده مش موجه يعني أنا تعقب تعقب على الكلامك أستاذ محمود نادي فيرامدز مثلا انت قلت إيه دلوقتي هو من نفسه ابتدى يقلل بط ميزانيته يعني حيبتدي يستغنى عن لعبة حيبتدي يزبط الميزانية بتاعته الأستاذ النهاردة صح ولا غلص لكن النهاردة الأستاذ شريق أعتقد اللي هو المتحدد باسم نادي أمبي كان بيكلم على موضوع مصطفى شلبي وبيقول أن مصطفى شلبي يعني أن نادي الأهل كان عايز يعمل تبادل صفقة في الصفقة بتاعت مصطفى وكذا وكذا أنا معرفش طبعا الكرام ده صحيح ولا مصصحيح لكن أنا بقرأ اللي قاله التحديث الرسمي باسم نادي أمبي فقال أنه أن نادي الأهل كان عايز يعمل تبادل في الأفراد لكن نادي أمبي رفض بسبب سقف الرواتب عنده المواسق في الرواتب دي اللي هو بيوديك لفين لقانون اللعب المالي النظيف فده اللي أنا بقوله وده اللي أنا بحاول sacrifice أقوله للناس وده اللي أنا بحاول أشرحه للناس عشان أنت اللي قلته بس بالزبط كده عشان هو طلع بس من القناة الأهلي فتلاقي البعض ما لايره هو يشجع الأهلي من ملي avanz شمال يخش عليك وهي عملك الفيلم اللي تعمل لكن سقف الرواتب اللي بيتقال ده هو قانون اللعب المالي النظيف أنت قلقان ليه منه أنا مش قلقان أنا بقول للناس افضلوا مش عايزوا ليه أنا قلت يا أستاذ محمود في ضمن برافو عليك أنا قلت في ضمن الكلام ايه كل الأندية اللي عليه شيك بألف جنيه وبدون رصيد هيبع عنده مشكلة كبيرة اللي عليه حجز من الدرائب من الدرائب حجزت على الفلوس عليك درائب وما دفعتهاش بيحصل معايا ومعاك ومع كل الناس بيحصل في الدنيا كلها حجز عليك مش هتعرف تصرف مليم أو لازم تقول ده ايه وده ليه هو ده الكلام اللي نحن معنا بتتكلم ما أنا بقول لك هو يعني مفيش حاجة بتطلع وتدخل غير بحسابات وتبقى الدنيا واضحة يعني عاوز أقول إيه أنه أتمنى أن التحاد القرى يمتلك الشخصية والقوة في إظهار في بداية خلاص الموصب خلاص هيبدأ يعني تقول لنا حجم التحاقات اللي تم وحجم الانفاق من كل الأندية بس لازم يا سيد محمود برضو من خبراء الاقتصاد وعلى فكرة ده معمول يا كابتن إسلام بناء على ده في أوروبا تجارب واقعية حصلت في الملاعب مع كل الأندية مزبوط فابتدى يبقى فيه وهو دايما الأفكار اللي من هذا النوع هي بدأت تطبيقها أمتى زي ما حدك بتقول ألفين وتسعة ألفين وتسعة بدأت لفكرة ولكن تم تطبيقه بداية من ألفين ودوشة ليه قبل كده ما كانتش مطبقة لأن ما كانش حجم التعاقدات عارف ليه أساس في هذا الموضوع إيه أن الاتحاد الأفريقي اليويفا في الاتحاد الاوروبي في ذلك الوقت اليويفا قال إيه قال أو شاف خمسين في المائة من الأندية بتفلس في أوروبا من كتر التعاقدات والكلام اللي حدثتك بتقوله ده وبالتالي هو عايز يحافظ على التوازن فألزم الأندية أنها تبقى عندها خسارة قدهم طبعا على أربع أو خمس سنين الكلام ده مش مرة واحدة السنة الأولينية الخسارة تبقى خمسة واربعين مليون السنة الثانية تلاتين بشكل تدريجي السنة الثالثة خمستاشر السنة الرابعة معلكش خسار ادالوا مهلة لتسوية أوضاع يعني بداية التطبيق الرسلي توفيق أوضاع توفيق أوضاع لغاية خمستاشر ستة ألفين وستاشر ألفين وخمستاشر ألفين وستاشر ثم أعيد مرة تانية هذا الأمر بعد قصة نمار في ألفين أنا شايف أنه هو مش مزعج يعني مش حاجة مزعجة بس يولزمك بقى لا 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 مش مزعجة أنا بتكلم مش مزعجة ليه لأنه الهدف الأساسي منها أن يكون دورة أن تكون دورة رأس المال واضحة ماشية بشكل واضحة يضمن لهذه الأندية البقاء لأن أنت ممكن النهاردة تشتري لعيبة بأكتر من ميزانيتك السنة جاءة مش تعرف تحافظ عليهم صحيح السنة جاءة تفلس فهي مش عيب يعني فلازم ناخدها على أن هي أحد الشروط الموضوعة لمصلحة الأندية وليس ضبطة أنا معرفش هل هل يطبقوها في هذا الموسم ولا لأ ولكن اللي أنا عارفه أنه سيتم تطبقها أو سيفرد تطبقها من الاتحاد الدولي على الاتحاد الأفريقي وبالتالي الاتحاد الأفريقي على الاتحادات المحلية في كل البلاد الأفريقية يجب أن يتبقى زي موضوع الترخيص ترجمة نانسي قنقر